اشتغلت فترة في شرم الشيخ ودهب لسلت اطباق تفهم؟ لسلت اطباق عادي جدا عارف العيب ايه؟ العيب ان انت تبقى قاعد في بيتك مستعي بشغل معين ده العيب هو ده العيب بذات نفسه يعني فالحياة متن محتاجة تجارب يمكن الفيديو اللي فات بتكلم على بداية الرحلة وفتاع وفي خسارة وفي مشاكل يمكن انا رفعت الفيديو في الصفحتين بتوعي على يوتيوب وعلى صفحة بتاعتي على الفيسبوك الجديدة اللي هي اللي مش الاكاونت صفحة هنا انا احطها هنا برضو بنافزة عليه كل حاجة في بعض الناس افتكرت ان انا قفلت المحلات بتاعه وسبتوا مصر لا لا خالص احنا شغالين الحمد لله في مصر وده الموضوع الاساسي يعني مصر هي الاساس ما منفعش اصلا نقفل بس انا في ناس معايا هما الوقت المتولين امر الشغل كله انا بس هنا هاعد هنا علشان احاول اجيب لهم بضاعة واشحنها وكده وفي خطة تاني يعني يا رب الصوت ما يكونش وحش يا رب شم فيه هوا جامد في خطة تاني عاد تحصل يعني واحدة واحدة ان شاء الله مع الوقت حابين يعني ايه نبقى نشارككم يعني ايه اللقطات دي بصوا الى التسلا هنا قربية التسلا عاملة زي التيوتة قريبا يعني حابة بتكلم في ايه انا بقى حابة بتكلم شوية على بعض الحاجات اللي اللي واحد يحذر الناس منها انا عايز احذرك من ايه يعني حاجتين ثلاثة ممكن يبقوا خطر في التجارة في الحياة يعني الواحد لما يشتغل مع احد يشوف احسن اختيار مناسب لك انت مش مناسب للناس يعني ما تحاولش عشان شغل معين اللي متاح مثلا فتتغاضع عن حاجات بيقول عادي مش مهم مماشي الدنيا بعد كده بيحصل اللي اللي حواليك بيطمعوا فيك ده سبب من اسباب خسارة كبيرة جدا انا مردت بها ما تحاولش خالص ترضي حاج على حسابك اهم حاجة انت اهم حاجة انت وبعد كده الناس تيجي لكن ان انت تبدي الناس على حسابك دي مشكلة كبيرة جدا انا مردت بها في حياتي فانصحك تحاولش تعمل كده خالص لو بتحب حاجة حاول تعملها ما تتردتش تحب الكورة امشي للطريق امشي في اخر الطريق مثلا على فكرة بالنسبة انا كنت لعيب كورة كنت بالعيب كورة لدي اسمه البنك الاهلي زمان كلين يعني اجواء وسوالات وجوالات بس خلاص الباب تقفل باب الكورة تقفل انا عملت ايه شكرا ايه اللي بعده بص الشجرة دي عامل ازاي شكلها جامد جدا بص عربيات انا مش فاهم يعني انا مش فاهم دي ايه دي باب الكورة ده تقفل خلاص يا باشي عيش شوف باب غيره بتقولش بقى ايه هو ده الطريق انا كده مش هنجح انا كده فشلت وتخاف بقى تاخد الرزق مخاطرة يعني بحاجة جديدة او في مجال جديد انا يعني انا بتكلم بطريقة يعني مختلفة وبالفطرة اللي انا بيتعامل بها في حياتي انا كد شغال في فترة من الفترات اه نجار نجار مسلح اه ممكن تشوفني تقول لو ادي الفرفور ده اللي عايشت اللي هنا وعمل فيها كاب مفروض ومسطرة وبتاع وقول لك نجار نجار مين يعمل حاجة اه والله اشتغلت نجار اشتغلت فترة كبيرة جدا نقاش اشتغلت فترة كبيرة جدا في السعودية ببيع لبسه وببيع هدوم في محل ملابس يعني بردت بو حاجات زي كده اشتغلت فترة شرم الشيخ ودهب غسلت اطباق تفهم غسلت اطباق عادي جدا عارف العيب ايه العيب ان انت تبقى قاعد في بيتك مستعي بشغل معين ده العيب هو ده العيب بذات نفسه يعني فالحياة متن محتاجة تجاربه جماعة بتحب حاجة خش ابدأ فيها تكملها للنهاية وبعد كده مجاتش معاك مزبطتش معاك شوف حاجة غيرها عادي جدا يعني مش اخر الطريق مش نهاية الطريقة بش نجحت حلو تكمل ودوس وطور ما نجحتش تغل على الحاجة تاني وانا بقول لك الكلام ده عن تجربة وانا عمال كل شوية شفت كرير شفت كرير تغير من شغل للشغل 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 مئة الف شغلان انا اشتغلتها وكلهم مختلفين عن بعض اللي في النقاشة واللي في الكهرباء واللي شوية في النجارة مش عيب بتعلم يعني الواحد لما بيشتغل كذا حاجة في حياته بتعلم من التجارب دي ممكن تشوف مثلا نفسك لوقتي انت شغل في محل ملابس تقولي يا عم انا هفضل طول عمري لأ انت بتاخد خبرة يعني انت الخبرة اللي ممكن تاخدها ايه في محل ملابس الزبون دخل عليك مش لذيذ هتستحمله انت فاهم حب يتكلم بطريقة مش عارف ايه وانت مفروض بقى بتخايف على شغلك هتستحمله والكلام ده برضو للناس برضو اللي موجودة معنا في المحل وانت زيك انا في هم الهيام توقف في المحل عادي بس عندي هدف وطموح ايه الهدف انا عايز احقق نفسي فيه حاجات كتير او 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 تتعمل في مصر لو رجع بها الزمن كنت ممكن اخدها كنت ممكن اخد الخطوات دي يعني فيه حاجات كتير لو لو يعني مثلا تسألني تقول لي ايه الحاجات اللي انت ممكن مثلا كان نفسي بتعملها جدا وما عملتاش انا كان نفسي صنع هدوم ملابس كنت ممكن اعمل حاجات كوية جدا اشوف ناس بتصنع للوقتي عندنا موجودين مثلا في مصر وفي ناس شطرة جدا جدا وفي ناس جيب حاجات صعبة خالص وبتشتغل هو اقرب اكيد اكيد الشخص ده اللي دخل في كزا مجال خد خبرات كتير فتعلم ففهم فعرف ده بيجي من ايه بقى باشا بيجي من المحاولة انت ما تفتكرش ان اللي قدامك دلوقتي هو جيه هنا او احنا ما دخلناش الجنة يعني ما دجتش الجنة انت فاهم بس انت ممكن تفتكر اللي هو ايه اه ده راح بقى ايه لأكيد في حد بقى هو اللي صفره هو اللي عمله الفيلم بتاع الشغل والسفر والحوار ده نهائي انت كنت تكاتب كلمة هي الهدف بتاعك اللي هو اسم المحل ده USA store اللي هو محلينة يعني اللي ما اعرفش وحطيتها هدف قدامي اللي هو انا عايز اوصل هنا وبعد كده هغير الاسم الاسم مش اسم براندينج يعني مش اسم اللي هو ايه تعمله دعاية وبتاعنا بدخش في كذا موضوع بس بصراحة فيه كلام بيبعايز اقوله كده جوايا عشان انصح بيه اي حد بيبدأ في اي مجال وبيحاول مثلا يشتغل وشاف ان الدنيا مش زبطة معاه او الطريق مش مزبوط دلوقتي والحاجات فانا ايه لك من المستقبل اقول لك الفترة اللي انت فيها دي شغال شغلانة بسيتعلم فيها حاجات جديدة وبالاخص في اوائل العشرينات يعني في اوائل العشرينات دي انت كشاب لازم ان تجرب كل حاجة كل حاجة مفيش شغل عيب والله مفيش شغل عيب مفيش شغلانة انا تقريبا يعني مشتغلتهش مش عيب انك تجرب مش عيب انك تحاول اما حاجة ايه تعمل حاجة مفيدة يعني تتعلم حاجة مهارة جديدة تتعلم حاجة تفيدك في حياتك صلوبك مع الناس تعودت ان انا استقبل كلام الناس حتى في اصعب الامور في بعض الشركات اللي ما كانتش حلوة خالص في حياتي تعملت مع ناس ماينفعش بدون الناس اللي عارفاني كويس بس فعلا في ناس ماينفعش تقعد معا وتقولهم سلام عليكم اني ده حرام وبتتعلم انك تدفع غلطات حياتك انا بدفع غلطة من غلطات حياتي دلوقتي هنا اه امريكا حلوة والجو جامد وبتاع ومعرفش ايه يمكن درجة الحرة هنا في امريكا يمكن احسن من بلدنا يعني في الولاي اللي انا قاعد فيها دي ولايا حلوة جدا وجواها جميل كلها شجر وكده وفيها بحر وفيها يعني زي شرم الشيخ عندنا تقريبا بس بدفع غلطة او غلطتين من حياتي في سنين في سنين هتقضيها يعني هنا عشان خاطر تعرف تغير اللي انت عملتو في حياتك الغلط يعني فانا من النهاية من ابو اخر نهاية الفيديو يعني عشان تبقى طلعت بحاجة فيها استفادة يعني ليك انا كل الفيديوهات دي بعملها عشان خاطر احفز الناس على التطور وانا طول حياتي كنت بتكلم مع صحابي مثلا في حاجات كده وبتاع ففيه ناس يعني منهم كانوا بقولوا لي انت دايما بتقول كلام يشجعنا وحاجات زي كده فقلت طب ومالو طب ما نقول نقول للناس بعض من الكومنتات اللي كانت على الفيديو اللي فات قالتلي قلنا انت غلطت في ايه عشان نستفاد واحد قال كده لسه موجودين بس انا من البداية اصلا ما كنت شاملك رأس مال كويس انا كنت عندي فكرة بس فكرة معينة وبدأت اطرح الفكرة دي بطريقة الفيديوهات زمان من سبع سبع سنين بطريقة مختلفة ان انا احاول مثلا ايه اوسق الفيديوهات بتاعتي في يوتيوب وكده كانت الناس كلها بتشتغلها في سبوك بس فده اختلاف حاول تكون مختلف في حياتك حاول تتعلم حاجة جديدة كل يوم انا كل يوم بتعلم منتاج وحاجات في تقطيع الفيديوهات والكلام ده عشان استفاد وطور وكنت بعمل ده من سنين يعني من خمس سنين الحمد لله لاتي بقى نوعا ما بيعرف اقطع الحاجات اللي ماشى لازمة والكلام ده فالناس هنا لما يشوف حد ماشى كده بالكاميرا تغرب برضه على قد ماهم عندهم الكلام ده كتير بس برضه لمازال بيستغربوا الغلطات اللي انا هطلع من موضوع اخش في موضوع انت بقى ايه ركز معي انا بقى انا طالع كده اه اتكلمك ووريكي الجمال والحلاوة وفي نفس الوقت ايه نتعلم حاجة مع بعض نتكلم مع بعض. فاهم? الغلطة اللي انا عملتها عشان الشخص اللي سألني سؤال. بص هنا الارض. هنا الزبالة الزبالة منحوار ده. الزبالة ورد. الزبالة ورد وقع على الارض. ممكن يكون في زبالة على فكرة بس. يعني انا بوريك المكان لانا فيها. الغلطات اللي انا عملتها يا جماعة الاختيار الغلط. انا اخترت نقاس تخش معايا في شغل كان غلط خالص. فانصحك نصيحة ما تخبشي جرب وحاول ويعمل اي شغل انت نفسك فيه من غير ما تتردد خالص. روح يا باشا. ودوس. ربنا هوقف لك ناس في الطريق طول ما انت بتشتغل. ولو خسرت حاجات كتير ما تخبش. ربنا اكيد هيكتب لك حاجات مختلفة وحياة جديدة وموضوع مختلف ان شاء الله. كل فيديو عن التاني حاول اتكلم في موضوع معين عن حياتي. ازاي اصلا انا جيت هنا ووصلت هنا امريكا ازاي? من زمان عرفت اجيب الفيزا ازاي? والكلام ده. لان في ناس كتير قوي على اليوتيوب دخلوا سألوا يعني انت جيت ازاي وارفت توصل ازاي والفيزا ازاي? وفي بيزنس هنحاول ان احنا نبنيه هنا ان شاء الله. انا باشا الكاميرا دي من زبالي الناس اللي بتحبنا على السوشيال ميديا بالخاص يعني على اليوتيوب لان احنا عندنا ناس كتير جدا انك هي ما هي سلاح. عندنا حاجة دي الدرع بتاعي هنشتغل بيها وهنطور بيها ان شاء الله لحد ما نغطي المشكلة عندنا بعد كده نبدأ نقول لكم احنا بنيني هنا بيزنس ازاي? وانا عندي قناعة كبيرة جدا ان احنا هنعمل هنا حاجة كوية جدا دعواتكم واحلى مساء على كل صحابي حبايبي سلام عليكم